بسم الله الرحمن الرحيم إخواني طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة جماعة الملك سعود تحية طبيبة وبعد معكم أخوكم الدكتور مصطفى صلاح شامة وذلك لعرض وشرح مادة الإحصاب 101 وإن شاء الله اليوم بنتحدث عن شابتر 5 وهو بعنوان Correlation and Regression درس اليوم عبارة عن Simple Linear Correlation درس اليوم يا شباب يتلخص في عدة نقاط نبدأ بالنقطة الأولى وهي عبارة عن Introduction من خلالها نقدر نفهم درس اليوم درس اليوم هو إجابة السؤال اللي قدامنا ده يقولي السؤال Is there a relationship between two variables or not يا ترى هل في علاقة بين المتغيرين أم لا لو ركزنا في هذا المثال في الرسمة اللي قدامنا ده هاللاحظ أن هنا في عندي متغيرين المتغير الأول هو عبارة عن المتغير اللي قدامي ده هو عبارة عن التركيز مع الجريد اللي هو التأدير واضح أنه كلما التركيز بيزيد كلما الجريد بيزيد يبقى أنا عندي دلوقتي في two variables متغيرين الأول هو عبارة عن focusing والثاني عبارة عن وطبعا نشوفنا من خلال هذا الرسم إن فيه علاقة والعلاقة دي بتكون بهذا الشكل تمام؟ لو خدنا مثال آخر زي اللي قدامنا ده واخدنا متغير جديد وليكن عبارة عن الغياب مع مين؟ مع نفس كذلك المين؟ الجريد التأديرات الغياب كلما الغياب يزيد كلما التأدير بيقل وبالتالي كده قدرنا نعرف إن فيه علاقة بين مين يا شباب علاقة بين two variables اللي عندي اللي هو الabsence مع الgrades تمام يبقى أنا دلوقتي نحتاج أعرف يا ترى هل فيه علاقة ولا لأ وحنضيف عليها قوة هذه العلاقة كيفية إيجاد قوة هذه العلاقة نبدأ بالرسمة اللي قدامنا اللي احنا أخدناها دي يا شباب تسمى اللي هي لوحة الانتشار يعني لوحة الانتشار نشوف مع بعض لوحة الانتشار معناها يا شباب هي عبارة عن رسمة هي عبارة عن graph graph تمام لتمثيل مين ال data اللي عندي بس بشرط هنا يا شباب إن ال data تكون ايه bears أزواج مرتبة زي اللي قدامنا ده x1 y1 x2 y2 إلى xn yn فبالتالي هنا النقاط بتكون أزواج مرتبة x1 y1 x2 y2 إلى xn yn هنا المتغير x ده ده المتغير الأول وهذا المتغير y ده المتغير الثاني هنشوف كمتة ال x بكام ويقابلها كمتة ال y وبالتالي نقدر نرسمها في صورة نقاط بهذا الشكل وبالتالي من خلال نظرتنا للنقاط ده يا شباب نقدر نقول إن في علاقة بين قيم ال x مع قيم ال y وبما أن ميل هذه النقاط موجب تمام وبالتالي نقدر نقول إن ده عبارة عن positive relationship يعني علاقة قردية أو علاقة موجبة طيب يا ترى هل من خلال السكتر بلوت أعرف في علاقة ولا لا؟ نعم أقدر من خلال السكتر بلوت أقدر أعرف في علاقة ولا لا؟ ولكن ما أقدرش أحدد قوة هذه العلاقة علشان أقدر أجيب قوة هذه العلاقة لازم أخذ مقياس ومن خلال هذا المقياس لازم أجيب قيمة عددية لقوة العلاقة نشوف مع بعض المقياس اللي هندرسه وهو مقياس ايه شباب مقياس correlation اللي هو الارتباط اللي هو relationship تمام؟ طيب هندرس مين؟ طبعا فيه مقاييس كتير جدا خاصة بمين؟ خاصة بمعامل الارتباط وبالتالي هناخد مين؟ مقياس person للارتباط نشوف مع بعض تعريف اللي هو persons correlation coefficient بيقول ايه؟ بيقول نفس التعريف اللي أخدناه هدي عندي مجموعة من النقاط تمام؟ النقاط دي عبارة عن أزواج مرتبة معامل الارتباط لpersons يا شباب هنا في الحالة دي بيساوي R بيساوي نشوف طبعا فيه طريقتين طريقة الأولى وده هنسبتها في طول الدرس يا شباب ان دي الطريقة الأولى وكذلك فيه طريقة ثانية وبرضه هنسبتها طول الدرس لان ليه؟ لان احنا هنقعد ننوع ما بين الطريقتين الطريقة الأولى صحيحة والطريقة الثانية صحيحة اختار الطريقة المناسبة لك تمام؟ طبعا هنا نشوف مع بعض ادي summation ادي مجموعة حاصل ضرب مين يا شباب؟ انحرافات القيم X عن الوسط الحسابي لها مضروبة في انحرافات القيم Y عن مين؟ عن الوسط الحسابي لها لY طب تحت هنا في المقام اللاحز ان هو جزر مين هنا؟ مجموع مربعات انحرافات القيم عن الـ X عن الوسط الحسابي لـ X كذلك في جزر مين؟ مجموع مربعات انحرافات القيم Y عن الوسط الحسابي للـ Y هذا الطريقة الأولانية او الطريقة الأولى طيب الطريقة الثانية بتقول ايه؟ بتقول الـ RPSO N كم قيمة عطيني اياها؟ فيه summation حاصل ضرب القيم X في Y ناقص مجموع الـ X مضروف في مجموع الـ Y يعني نجمع قيم الـ X لحلها نضربها في مجموع قيم الـ Y لحلها طيب المقام عبارة عن ايه؟ جزر N عدد القيم P summation XI تربيع يعني كل قيمة باخدها بربحها واعمل summation على التربيع ناقص هنا مين؟ هنا تربيع على summation أجمع القيم الأول ثم أربع هذه الايه؟ أربع المجموع طبعا فيه اختلاف فيه فرق ما بين مجموع التربعات وفرق ما بين تربيع المجموع تمام؟ فيه فرق كبير جدا طبعا نفس الكلام بالنسبة للمين؟ للمتغير Y عدد القيم فيه؟ مجموع تربعات القيم Y ناقص تربيع مجموع القيم Y طبعا تقدر تختار أي طريقة منهم وتشوف الطريقة الأسهل لك والمناسبة لك واختارها خصائص معامل الارتباط لبرسنز نشوف مع بعض الخصائص الر هل الر اللي حسبناها دي يا شباب القيمة العددية ديت؟ لا لا خصائص نعم من خلالها نقدر نحدد بعض ليه؟ بعض الملاحظات على مين يا شباب؟ على الارتباط الخطي نشوف مع بعض أول شيء قيمة المعامل للارتباط الرنجي لها بيكون من سالب واحد لواحد يعني الار ربما صفر ربما نص سالب نص سالب تمانية من عشرة سالب تسعة من عشرة تسعة من عشرة ولكن الار بتساوي واحد ونص خطأ الار بتساوي سالب اثنين خطأ طيب اجوزيات تالية بتقول ايه؟ ليه بقول ابسوليوت فاليو؟ لان الاشارة يا شباب الاشارة توضح فقط نيجاتيف ولا بوزيتيف نيجاتيف ولا بوزيتيف يعني هل هو طردي ولا عكسي هل هو موجب ولا سالب ولكن ها القوة تحددها من يا شباب القيمة العددية الابسوليوت فاليو لمن؟ للار اللي هو معامل ايه؟ معامل الارتباط اللي هو الكوروليشن كوفيشن طبعا كل ما القيمة دي تزيد كل ما العلاقة ما بين المتغيرين تزيد النقطة التالية طبعا انا اشغال هنا على الكوروليشن اللي هو اللينيار او اللينيشنشيب اللينيار يعني العلاقة الخطية يعني ايه؟ يعني انا باهتم بالعلاقة الخطية فقط تمام؟ ربما الار تطلع بصفر لا معنا ان لا يوجد علاقة خطية ربما علاقة اخرى فيه طبعا علاقات كتير في لينيار في كيرف لينيار في انواح كتيرة جدا من العلاقات انا في درسي اليوم بتكلم عن فقط اللينيار ريليشنشيب او اللينيار كوروليشن طبعا كل ما العلاقة بتزيد يا شباب ده معناه ان الار بيكترب من القيمة كام؟ موجب او سالب واحد لان الاشارة تحدد نيجاتيب وبوزيتيب ولكن الواحد طبعا كل ما تكون القيمة وريبة من القيمة واحد وبالتالي بقدر اقول ان العلاقة دي تكون ايه؟ اه طبعا سترونج كوية طب لو سابت لو ساوت واحد او سالب واحد بقول عليها ها لينيار ها كوروليشن يعني افرعا يا شباب اه علاقة خطية تامة موجب واحد بتكون بوزيتيب كومبيليت لينيار كوروليشن وسالب واحد بتكون نيجاتيب نفس الكلام كومبيليت لينيار كوروليشن طيب بعد كده يا شباب كل ما هنا زويق لينيار كل ما العلاقة بتكون ضعيفة كل امتى لما اقترب منك من القيمة صفر طيب لما تساوي صفر يا شباب لما الارض معناه بيساوي صفر ده معناه ايه؟ هل ده معناه ان ما في علاقة بين المتغير اكس واي؟ لا بس لكن اقدر اقول ان لا يوجد علاقة خطية بين المتغير اكس والمتغير مين واي لذلك اقدر اقول نوت لينيار ليست خطية ربما تكون كيرف لينيار وطبعا فيه على شكل قسي وفيه شكل على شكل تربيعي لينيار تربعية فيه اشكال كتير جدا من العلاقات بين المتغيرات بعد كده احنا اخد ايه البوزيتف ناخد الخاصية اللي بعدها اه بوزيتف كوروليشن معناه يعني ايه بوزيتف كوروليشن طبعا الاشارة موجب يعني الارتباط الموجب معناه ايه؟ اذا كان احد المتغيرات بيجر بيزيد ده معناه ايه؟ المتغير الاخر نفس الالية بيزيد والعكس صحيح اذا كان احد المتغيرات بيقل يبقى الاخر بيقل المهم يكون العلاقة ترضيمة بينهم زيادة زيادة نقصان نقصان وبالتالي ده اقدر اقول عليها بوزيتف ايه مونتون يعني رتيبة اه موجبة طيب نفس الكلام في النيجاتف اه هنا النيجاتف لازم تكون علاقة عكسية اللي هو النيجاتف ايه؟ كوروليشن اللي هو الارتباط الايه العكسي اذا كان احد المتغيرات بيجر الاخر العكس سمولر وبالتالي اقدر اقول عليها النيجاتف ايه؟ مونتون اوكي؟ يبقى انا كده اقدرت من خلال اعرف من خلال معرفة كيفة الار اقدرت احدد هل هو بوزيتف نيجاتف؟ يا ترى هل لما يكبر كل ما لما الار تكبر تكون كبيرة هل قوط العلاقة بتزيد ولا بتقل؟ تمام؟ طيب عايزين نشوف يا شباب هل في علاقة من بين بيروسونز كوروليشن كوفيشنت والسكتر بلوت؟ نعم في علاقة يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي من خلال معرفة من الار اقدر احدد الى حد ما شكل السكتر بلوت؟ والعكس صحيح؟ نعم! لو بصينا للشكل اللي قدامنا ده يا شباب هللاحظ ان جميع النقاط عالميين على الخط المستقيم وطبعا هنا الميل موجب ولذلك نلاحظ ان هو بوزيتف وهنا المكسوم الار بواحد يعني ايه؟ الار بسه واحد معناه الكمبيليت لينيار فعلا هنا ده اللي خطية تمة طيب اذا كانت بهذا الشكل هللاحظ انها تكون قريبة من الواحد؟ وطبعا هنا هيتطلع به تمانية من عشرة هللاحظ انها سترونج قوية طبعا هناخد جدول دلوقتي ازاي احدد قوة العلاقة من خلال معرفة قيمة الار طيب هنا بيكون فيرويك ليه يا شباب لان الار 25% هنا نفس العلاقة اللحظ ان الار بيساوي كام سالب واحد ولذلك انا بقول على ايه؟ نيجاتف عكسية كلاما المتغير العشوائي اكس كلاما المتغير اكس يزيد كلاما المتغير واي بي ال علاقة عكسية والعكس طيب هنا نفس الكلام هنا سالب 45% واضح ان هي بتكون ايه؟ ويك ونيجاتف لان الاشارة سالب طيب هنا شيء مهم جدا لو لاحظنا الشكل ده يا شباب الشكل اللي قدامنا ده والشكل ده هللاحظ نفسه نفسه بالزبط ولكن يشوف هنا الار بيكمان بيتمانين في المية ولكن هنا الار صار كام يا شباب سبعين في المية طب ايه التغيير ان في قيمة ايه يا شباب او قيمة متطرفة يبقى القيمة المتطرفة اكيد بتأثر على مين يا شباب؟ بتأثر على قوة الارتباط بالمين بين المتغيرين يبقى ده طبعا اكبر دليل ان الكوريليشن بيتأثر بمين؟ ايه الاوتلاير طيب تعال نشوف خصائص الاسكاتر بلوت من خلال الاسكاتر بلوت نعرف تقدر نضيف خصائص نعم نشوف مع بعض اذا كان عند الاسلوب الميل بتاع الخط ده بيكون نيجاتف اكيد الكوريليشن هيكون ايه؟ نيجاتف تمام؟ وبالتالي النقاط بتكون بالشكل ده يا شباب بهذا الشكل طيب لما اقوى علاقة اقوى كوريليشن بيكون ايه؟ اما موجب واحد او سالب واحد لان احنا قلنا الاشارة لا تؤثر على القوة هنا كومبيلت لينيار وبوزيتيف وهنا كومبيلت لينيار ونيجاتف طبعا امتى الكلام ده بيحصل لما النقاط كلها بتقع على الستريت لاين على الخط المستقيم؟ وده نادر الوجود صعب صعب ان احنا هو نادر او يمكن يكون شبه مستحيل طيب بعد كده الكوريليشن اللي هو الارتباط بيصبح ويكرز يعني اضعف لما يكون البيانات اكثر انتشارا كل ما البيانات يا شباب تبعد عن بعضها بالشكل ده كده كل ما اقولي والله ده ان العلاقة بتضعف طيب اللي بعده لو عندي الدياتا بتقع بصورة عشوائية في الحالة دي نقدر انه الكوريليشن بزيرو او قريب من الزيرو ده معناه يا شباب ده معناه ان اللينيار كوريليشن ممكن تكون غير موجودة بس هل ده معناه ان ما في كوريليشن؟ لا ربما يكون في كوريليشن ولكن ليس خطي طيب النقطة الاخيرة وديه مهمة ان الكوريليشن بتأثر بمين؟ بالاوتلايرز القيامة المتطرفة وطبعا زي ما شفنا في الرسمة اللي فاتت ان فعلا قيمة الارت غيرت باضافة قيمة شاز المين للداتا اللي عندي طيب بعد كده في شيء مهم جدا كذلك طبعا عند حاجة اسمها الار طبعا الار ده احنا قلنا عليه دلوقتي اللي هو عبارة عن معامل الارتباط هنقدر من خلاله نقدر ار تربيع طبعا هناخده في الدرس اللي ان شاء الله القادم اللي هو الانحضار الخطي البسيط طبعا هنا ده الارتباط ده يسمى معامل التحديد ان شاء الله هناخده بالتفصيل الدرس القادم ان شاء الله طيب نشوف جدول اللي انا من خلاله اقدر احدد قوة العلاقة بين متغيرين اول شيء اذا كانت الار بصفر ده معناه يا شباب ما في علاقة لا نقدر نقول ان لا يوجد علاقة خطية بين الاكس واي يبقى هنا بقول اه اه no linear وامتى الكلام ده بيحصل يا شباب اذا كان ال standard deviation لقيم الاكس بتساوي صفر يعني ما في تشتت في قيم الاكس دايما اكس بواحد واحد 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 خمسة 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 ما في تغير في قيم الاكس او ما في تغير في قيم الاكس او ما في تغير في قيم الاكس واقدر اقول ان لا يوجد علاقة خطية بين مين ان المتغير اكس والمتغير واي طيب هنا قلنا اقيمة مطلقة لها يا شباب لان الاشارة ليس لها علاقة بالقوة طيب اذا كان اكبر من الصفر و 3 من 10 في الحالة ده بقول على ايه very weak ضعيفة جدا من 3 من 10 لخمسين في المية او نص بقول على weak وطبعا الود ده اقل لدرجة مقبولة في حالة مين اشباب بحالة دراسة الخطية العلاقة الخطية بين متغيرين طيب من 50 في المية ل 70 في المية اقدر اقول على ايه يا شباب مديريت اللي strong يعني متوسط القوة ولا انسا ان هي لانيار شغال لانيار طيب 70 في المية الى 86 في المية اقدر اقول على ايه strong قوية من ستة وتمانين في المية الى واحد طبعا بقول على ايه كوية جدا طبعا هنا الواحد مش موجود في هذه الفترة لانه موجود لحاله يا شباب بقول على كومبيليت طبعا وده امتى بيحصل اذا كان جميع النقاط على خط الاعداد طيب ناخد اه مثال للتوضيح يبقى انا النهاردة درس النهاردة خلاصته حاجتين يا شباب نعرف يا ترى هل في علاقة بين المتغير اكس المتغير واي اتنين يا ترى تقدر تحدد لي كوة هذه العلاقة ام لا ناخد اول مثال مع بعض هنفترض ان انا عندي داتا بيانات طبعا هنا اه درجات طلاب طبعا ده عبارة عن عشر طلاب وده درجاتهم في المد وده درجاتهم في الفاينل يبقى الاكس ده درجاتهم في المد والواي درجاتهم في الفاينل طيب ادي اول درجة طبعا سبعة وسبعين في المد وثمانية واثنين وثمانين في الفاينل وهكذا الى اخر درجة اول جزئة مطلوبة مني ان انا اعمل يا شباب ان انا ارسم اللي هي لوحة الانتشار النقطة اللي بعدها يقول يا ترى هل في علاقة خطية بين الاكس وواي ولا لا ويا ترى لو موجودة هل هي بعد كده يا ترى اقدر نقدر نحسب اللي هي معامل الارتباط لبيرسون ولا لا نشوف مع بعض الحال يا شباب يلا اول شي هو طلب مني الاسكتر بلط اللي هي لوحة الانتشار هنا محور اكس بارسم عليه قيم الاكس وهنا محور واي بارسم عليه قيم الواي ارجع لالدي قيم الاكس اقصى قيمة كام تسعة وتسعين قيم الواي اقصى قيمة كام تسعة وتسعين يبقى اذا ارسم في محور الاكس أقصى شيء هنا طبعاً هنا 100 وهنا 100 لي يا شباب كده حتى أضمن أننا أدرت أمثل جميع القيم لإكس وجميع القيم لمين لواي وطبعاً من خلال هنا الاسكتر بلوت نقدر نقول والله أن في علاقة وهنا العلاقة بتكون بوزيتيب تمام؟ يبقى أنا من خلال الرسمة فقط أدرت أحدد أن في علاقة يا شباب أن العلاقة دي علاقة بوزيتيب ولكن ما أدرش حدد قوة هذه العلاقة طبعاً هنا هوات من خلال هوات نعم بوزيتيب لينيار بين مين يا شباب؟ بين مين بين إكس وي طب أنا محتاجة أجيب قوة هذه العلاقة لازم أجيب مين؟ معامل برسل للارتباط طيب معامل برسل ليه كم طريقة يا شباب؟ زي ما قلنا ليه طريقتين الطريقة الأولى بتقول إيه طبعاً زي ما قلنا اللي هي عبارة عن مجموح حصل ضربة هذا على جزر ده ضرب جزر ده طيب إزاي أوصل أصلاً ليه العمود هذا؟ إزاي أوصل للأعمدة دي؟ أول شي بكتب قيم الإكس وقيم مين الواي بهذا الشكل هنا مجموعة قيم الإيه الإكس وهنا مجموعة قيم مين الواي وهنا عبارة عن إيه ده يا شباب؟ ده عبارة عن إيه انحراف كل القيمة عن مين؟ عن المتوسط لازم في النهاية الصميشن بيطلع بصفر إيه؟ لأن في قاعدة إحصائية بتقول إيه؟ مجموعة انحرافات القيم عن الوسط الحسابي لازم يطلع بصفر كذلك نفس الكلام لمين يا شباب لواي؟ لأننا جبت انحرافات القيم مين وي عن الوسط الحسابي لواي طيب هنا تربية لانحرافات طبعاً ربعنا الحرافات حتى عشان إيه يا شباب؟ علشان الناتج من يطلع بصفر ربعنا الحرافات بالنسبة للإكس وربعنا الحرافات بالنسبة للمين؟ للواي وهنا حصل ضربهم طيب القانون الأولاني بيقول إيه إن شون مع بعض؟ هذه القانونة هون بيقول إيه الار بيساوي صميشاً حصل الضرب العمود الأخير على جزر مجموعة تربعات مجموعة أهو مجموعة تربعات انحرافات القيم إكس عن وسط الحسابي مضروبة في مجموعة نفس الكلام جزر مجموعة انحرافات القيم وي مربعات انحرافات القيم وي عن الوسط الحسابي طبعاً هذه العمود الأخير اللي هو صميشاً حصل الضرب وأدي جزر انحرافات مين يا شباب مربعات انحرافات الـ X وأدي جزر مربعات انحرافات مين الـ Y وبالتالي أحصل على R في النهاية بكام بـ 75% أقدر طبعا من خلال القانون الثاني بش هذا الشكل وطبعا الجدول بتاعه هيختلف بهذا الشكل أدي قيم X وأدي قيم Y أدي قيم X وتربعات الـ X وأدي الـ Y وتربعات الـ Y وأدي حصل ضربهم وأعوض في القانون ده أحصل على نفس النتيجة يطلع برضو بـ 75% طبعا انت لك تحل بطريقة واحدة بس طبعا هنا حلل بالطريقتين ليه علشان تتمرن على كلا الطريقتين يعني عشان تعرف الطريقتين بيتحلوا ازاي وانت طبعا في الاختبار بتحل بطريقة واحدة فقط طيب قدرنا نجيب هنا الـ R يا شباب واضح ان الـ R هنا عبارة عن 75% وموجب ولا سالب موجب وبالتالي أقدر أقول عبارة عن Strong Positive Linear Linear Relationship بين الـ X والـ Y يبقى أنا كده أدرت أدرت أعرف من خلال الـ Scatter Blood ان فيه علاقة والعلاقة دي خطية وهي عبارة عن Positive ومن خلال الـ R اللي هو معامل الارتباط لـ Pearson أدرت أحدد كوة هذه العلاقة وبكده يا شباب نكون خلصنا درس اليوم وبالتوفيق للجميع ولنا لقاء إن شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة